هنروح لفريق الرجال كرة السلة والحقيقة اللي بيتحط في امتحان صعب قبل ما اقول الخبر او مباراتنا اللي جاية فريق كرة السلة الدوري توقف توقف لمشاركة المنتخف البطولة العربية وبالمناسبة طبعا بنبارك لمنتخب مصر والاتحاد المصري بكايد الكابتن او الدكتور مجدى مفريقة الفوز بالبطولة العربية بدون والهزيمة بعد المباراة النهائية اللي كانت قدام المنتخب اللي بالشقيق للحقيقة طبعا اكيد بنبارك له وصوله للمباراة النهائية وحصوله على المركز الثالث ومنتخب تونس اللي حصل على المركز الثالث احب اقول انه الدوري توقف شوية مشاركتنا العربية جاية كانت نكحة بيقود المنتخب طبعا واقل بدر وسولي المدربين ومعام كابتن رامي جنيدي ولكن انا بتكلم عنها دي اللي نهاردة بتحط في اختبار صعب طب ليه بتحط في اختبار صعب عشان الاصابات وهو ده اللي كنت دايما بقوله كنت دايما بقول يعني ربنا بعد عنا شرر الاصابات لان الكابوس اللي دايما بيطارد اي فرقة وبيبقى بيطارد اي مدير فني في احلامه هي الاصابات النهاردة الفريق بتعرض لاصابتين والاصابتين للأسف جايين في نفس المركز النهاردة عمر زهران رباط صليبي واللي بيستعد لاجراء العملية وكان ضرفنا فيه من حلقتين او من حلقة بالزبط انه بيستعد بعلاج طبيعي عشان يستعد العملية اللي هيجريها هنا في القاهرة عشان يوفر الوقت او يضغط الوقت سريعا في عودته للملعب مرة اخرى ما انتظرش السفر للخارج وطبعا النادي الاهلي اكيد لو حالته كانت تستدعي السفر للخارج اكيد ده كان هيحصل طيب ايه الاصابة التانية مؤمن خيري مؤمن خيري يتعرض لاصابة فيه مشت قدمه والحقيقة هيجري غالبا عملية كمان اسبوع احتمال كبير ويا رب ان شاء الله ما يحتاجش يعملها ولكن دي التقارير الطبية اللي جاية من النادي وللأسف دي هتخليه يغيب من شهر ونصر شهرين فالنهاردة انت عندك اتنين في مركز يعني شوتينجارد ومركز سمول فورورد او الجاردات عندك بيغيبوا النهاردة والقايمة اصلا عندك 14 لعب فانت النهاردة بيجيب عندك اتنين كان عزب مش موجود يمكن عودة عزب ممكن تغطي شوية غياب واحد من الاتنين ولكن انت عندك النهاردة مشكلة النهاردة انت بقيت 12 لعيب قبل ما تبتدي اي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم انت مش فاقتك مش كاملة وللأسف الاسابتين دول بنسبة كبيرة برا بقيت الموسم فالنهاردة انت عندك قزمة كبيرة بتحطي او اختبار بتحطي فيه مستر اجوستي طب العلاج ايه العلاج وضح وبان وهقول لكم ايه العلاج اللي بيعمله مستر اجوستي يمكن انا من متابعات الدقيقة الحقيقة من جوه النادي وتوجد في النادي من فترة اخرى يعني يمكن تقريبا يومين بكون جوه النادي مستر اجوستي صعد كل الناشئين اللي كان بيصعدهم قبل كده وزيادة يعني وصل لغاية يمكن 2008 بدأ يصعد منهم لعبين ايه كده مش هلعبوا 2008 وممكن 2007 كمان مش هلعب ولكن النهاردة هو لازم يبص يعني بشكل اكتر ويدى فرصة اكتر وتركيز اكتر على دول على اللعيبة الزغارين اللي هم ممكن يلعب فاكيد الفترة الجاية هنشاهد مشاركات في الملعب طب الحل التاني من الزغارين الحل التاني اللي هيلجأ له مستر اجوستي بوش انه هيدور اللعيبة اكتر لازم هلاش حل ان انت النهاردة لو كان ده كان بياخد عشر دقائق لا تدي له اتناشر دقيقة طلع اللعيبة الزغارين خليهم ياخدوا وقت برضو تدورهم الفترة اللي جاية دي المطشاط اللي جاية دي مش مهمة جدا يعني انت عندك مطشاط رايح جاي سبع مبريات رايح جاي هتلعبهم عشان تترتب ادي للعيبة زي ما انت عايز مش مهم خد اول تاني تالت مش فرقة ما انت بدوري مرتبط خط تاني وخط سكة صعبة صامت بنادي الزمالك ونادي الاتحاد وصلت اسموحة في الفينة فانت كده كده عايز تاخد البطولة لازم تصطدم ولكن اختبار صعب اختبار صعب لوجود اصابات ولكن كلنا ثقة ان شاء الله في اللعيبة اللي موجودة ويا ما حصل ان اتعرضوا لاصابات ولكن مكادش اصابات طويلة كده يعني يمكن دي اول اصابات وخارج عن الاراضة عمر زهران في المنتخب ومؤمن طريق خيري في تمرينها مع النادي الف سلامة طيب النادي اللي عنده اول مشاركة هي عنده اول مشاركة مع نادي التيارات الستاشر فريق اللي طلعه من دوري السوبر من دوري مرتبط اللي احنا بطله اترتبه من واحد بستاشر عشان تتأهل للتمانية الكبار الاول بيلعب الستاشر والتاني بيلعب خمستاشر بيلعبه من ظهر منظام الادوار الاقصائية بست اوف ثري فالنهار ده هيلعبه اللي هيفوز بهم مرايتين هيتأهل ليه التمانية الكبار واللي هيخسر هيرجع يرتب مراكز من التمانية من التاسع للستاشر طيب احنا هنلعب مين هنلعب الطيران اول مبرأة امتى اول مبرأة بكرة ان شاء الله الساعة ستة المغرب على صالة الامير عبدالله الفصل بمكر نادي الالي بالجزيرة مهيب مثلا اللي في الصورة دي مهم هياخد وقت اكيد اطول الفترة الجاية يعني النهار ده انت محتاج تدور اللعيبة بشكل كويس واكيد مستر اجوستي بوش طبعا يعني مش محتاجين نقولي الكلام ده يعني هو اصلا يعني اصلا هو اللي ابتدع ده وهو اللي شغال على ده طيب اللي عايز اقوله انه لو كسبنا المباريتين دول طب المرتبط معاك لا شكرا المرتبط ده طبعا الجهاز المعاون والمستر اجوستي والجهاز المعاون كله طبعا في الفريق الدرجة الاولى اللي عايز اقوله كمان انه المشكلة عندك كمان ان الفرق التانية بتتحسن يعني نادي الزمالك شهد تغيير جهاز فني طبعا بعد تغيير كابتن احمد مرعي وتولي المسئولية كابتن والبادر اكيد بيكون فيه بوش وفيه دعفة معنوية والكلام ده كل عندك نادي الاتحاد السكندري خسر بطولتين النهار ده او خسر بطولتين بطولة عربية والنادي الاهلي هو الاقصى من البطولة عربية وكمان بطولة المرتبط والنادي الاهلي نجح هو يفوز منه فالنهار ده هو نادي الاتحاد معنوية هيبقى عنده استبسال اكتر في دول السوبة عندك البسكتبول افريكا اللي يجي تحدد له كونفرنس او النايل كونفرنس او تصفيات مجموعة النيل هكون في القاهرة في ابريل بعد رمضان على طول هتبقى افصالة مجمع الدكتور حسن مصطفى والحقيقة انا عايز اقول لكم ان الواحد بيكون سعيد جدا لما بيسمع عن المنظمات الكبيرة الرياضية دي وهي بتنظم بطولتها في مصر وانها بتيجي تعملها في مصر صدقوني البنية التحتية الرياضية في الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة غير مسبوقة كان احنا عندنا استاد القاهرة وبعض الصلاة المتفرقة في بعض الاماكن مما كانش عندنا البنية التحتية الرياضية الرهيبة اللي حصلت فيها التطور في السبع اتمن سنين الاد فاليو الكبير اللي حصلت في البنية التحتية دي اكيد وانت مغمض لو تبعوا كمان شغل مع الاتحادات وشغل مع المنتخبات ودعمها مصر رياضينا تبقى في حتة تانية وده اللي يطمعنا ان احنا ليه لا ليه لا ما نسعاش ان احنا ننظم أولمبيات ونبتدي حتى ان شاء الله بالأولمبيات الأفريقية دورة العاب الأفريقية نبتدي بيها كسامبل او كنموذج مصغر لأولمبيات الكبيرة النهاردة ليه ما نبتديش فانت النهاردة البنية التحتية دي مدي لك ريحية كبيرة جدا انت تتنظم البطولة دي فالنهاردة البسكتبول الأفريقا ليك خلينا اقول لكم حاجة يعني معلش انا هطول في الخبر ده لانه الموضوع ده حصل قدامي انا حضرت يعني تم دعوتي على العشاء في الكونفرنس او نال كونفرنس السنة اللي فاتت من الانبي افريقا وحضرت كلاعب سابق في منتخب مصر يعني واحد اللاعبين اللي اظن يعني انا شاركت مع منتخب مصر في العديد من الالقاب فتم دعوتي وحضرت المؤتمر شفت ساعتها كان الجمهور ساعتها كان فيه ازمة عدت كده على الجماهير وبتاع وحصل يعني عزوف شوية او الجماهير مراحتش بكسافة في مباراة البسكتبول الافريكا الليج فلاقيت بعض المسؤولين في طبعا في الانبي افريكا كانوا يتمنوا حضور الجماهير وان احنا السنة الجاية يعني نتمنى كده وبتاع فجأت ان هم كانوا اخدين قرارهم من السنة اللي فاتت بالرغبة من عزوف الجماهير انه الكونفرنس السنة جاية هكون برضو بنسبة كبيرة هكون في مصر يعني الاصدق لكم انه مصر يعني بكل المقاييس وبكل المعايير وحطها على اي يعني مقياس ممكن تقيس به مصر افضل مكان في القرى الافريقية تقدر تستضيف بطولات بالشكل ده وبالحجم ده وبالنجاح ده فالنهار ده انا بقول لكم بالرغم ان الجماهير ما كانتش موجودة بس اتصور السنة دي الدنيا هتبقى غير انه حتى المسؤولين ودول يعني امريكان يعني ما بيجاملوش حد هما ليهم بيزنس فالحمد لله يعني الواحد يعني جاله اليوم اللي يقدر يشوف مصر بهذا الشكل وبهذا التطور الكبير في البنية التحتية الرياضية